وعلى هامش أعمال منتدى مصر لتعاون دولي وتمويل الإنمائي التقى رئيس الوزراء مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون العمل والتمويل المناخي وخلال اللقاء أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي من خلال العمل على التقليل والحد من الانبعاتات وزيادة مشروعات التكييف وتعزيز تتبفقات التمويل بشكل ملائم مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم استعرض مدبولي خلال اللقاء رؤية مصر لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل مؤكدا التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات تحالف جلاسيجو المالي من أجل صاف بعثات صفرية واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر